أولى جلسات مجلس النيتو أوكرانيا عقدت بحضور قادة الحلف والرئيس الأوكراني فلوديمير زلينسكي إذ يشكل المجلس جزءاً من منظومة تعاون وثيق تم اقتراحها بعد تأجيل النيتو انضمام أوكرانيا في ظل استمرار الحرب على أراضيها هناك أخبار إيجابية عن الحزم الدفاعي التي سيقدمها حلفاؤنا كما أن الضمانات الأمنية مهمة جداً لنا ولشعبنا وهي أيضاً طريق لضمان اندماجنا في حلف النيتو هذه الضمانات يمكن أيضاً تأكيدها من قبل مجموعات السبع يمكنني أن أقول إن نتائج القمة كانت جيدة لكن أوكرانيا تود أن تحصل على عضوية النيتو عبر مسار سريع الحلف قدم أيضاً لأوكرانيا ضمانات أمنية عبر اتفاقيات جماعية وثنائية تضمن إمدادها بالسلاح على المدى الطويل أطلقت دول مجموعة السبع الإعلان المشترك لدعم أوكرانيا لتأكيد أن دعمنا لكييف سيستمر في المستقبل ستبدأ دولنا مفاوضات الالتزامات الأمنية الثنائية طويلة المدى مع أوكرانيا ومن أجلها وسنساعد أوكرانيا على بناء دفاع قوي في البر والبحر والجو ومن شأن ذلك أن يفرض الاستقرار في المنطقة ومواجهة أي تهديدات وقررت قمة النيتو تعزيز الدفاع في الجناح الشرقي للحلف وصادقت على خطوط جديدة للدفاع الإقليمي من القطب الشمالي وحتى البحر الأسود اختتم النيتو أول قمة له بعد عضوية فلندا وموافقة الرئيس التركي على عضوية السويد ومنح مسارا لأوكرانيا للعضوية بعد انتهاء الحرب فيها كما قرر إعطاءها أسلحة نوعية فعنوان هذه القمة التي تعقد على تخوم روسيا هو مواجهة تهديد موسكو الآن وفي المستقبل عز غريب اسكينوز عربية فيل نيوس لتوانيا